موسيقى 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 الزمالك بيستعيد ذكرى الانتصارات ويبدأ فيه تصحيح المسار مع أوسوريو موسيقى موسيقى نادي الزمالك النهاردة بيعود لذكرى الانتصارات بيحقق فوز بيثنائية على طلق الجيش بعد التعادل في المباراة الماضية أمام الداخلية أداء جيد من الزمالك اختلاف في المستوى عن المباراة اللي فاتت بيقول أن الكولومبي أوسوريو بدأ يصخح من وضعياته داخل الفريق واللعيبة بدأوا يفهموا طريقة لعبه لكن لسه الزمالك محتاج شغل كتير محتاج تدعيمات كتير الأهم الصبر الصبر على المدرب الكولومبي اللي هو واضح جدا من كلامه فيه المؤتمر الصحفي بعد المباراة إنه مبسوط سعيد بتواجده فيه الزمالك رافض أي عروض عشان يحقق البطولات لزمالك في الموسم الجديد أهلا بكم حلقة جديدة من رقم عشرة خلونا سريعا نروح لمطش زمالك وطلائع الجيش النهاردة الزمالك بيفوز على طلائع الجيش بثنائية نظيفة بعنوان أن تأتي متأخرا خيرا ألا تأتي أبدا حسام عبد المجيد بيسجل أول أهداف نادي الزمالك في ديئة 88 بيضيف إبراهيم نداي الهدف الثاني للزمالك في ديئة 92 تساين 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 طبعا كابتن محمد برحب بحضرتك على شاشة القنقلة المصرية سمعني كابتن محمد أهلا بحضرتك فندم صباح الفل عايزين نروح كده سريعا نستعرض لحالات التحكمية في النهاردة ماتش الزمالك وطلائع جيش هل في أي حالات تحكمية لفتت انتباهك أكيد هو طبعا مصر المباراة تسعين دقيقة كانت هادية تحكمية ممكن ما كانش فيه حالات جدرية كتير إلا في أول المباراة في دقيقة خمسة وفي دقيقة تسعين لكن بقيت أحداث المباراة كانت طبيعية جدا وهادية جدا أول حاجة لفتتنظر طبعا كانت في دقيقة خمسة كان فيه مخالفة شد من التشيرت من لعب زمالك عمل المخالفة محمد حنف احتسب المخالفة بالفعل لكن الشد والإصرار على الشد بالشكل اللي احنا شايفينه ده أمر اللازم والإنذار الهجوبي هنا ومحمد حنفي كان قريب كده من الحالة وده كان من يزالي أمر غريب عدم إشار الإنذار يعني أنه في القانون دي لا تحتمل التأدير فهنا كان الإنذار الهجوبي ودائما الإنذارات اللي بتبقى في بداية المباراة دائما بتساعد الحكم يزبط الإقاع آه بالضبط أنه خلاص يعني يلتزمه بالقوانين عشان الأمور تنمشي بشكل هادي في الديئة تسعين كان فيه حالة تعطي شك في ضرب الجزاء لطلع الجيش هي بالفعل ركل الجزاء هي بالفعل ركل الجزاء ولم تحتسب ركل الجزاء صحيح هي معانا دلوقتي على الشاشة يا كتب محمد انت لما هتلاقي هتلاقي مدافع نادي الزمالك الحالة دي كانت داخل منطقة الجزاء وحتلاقي مدافع نادي الزمالك ارتقى ووسب على مهاجم حمد أشرف روغة آه مهاجم طلع الجيش ومنعه من الوصول للكورة يعني منعه من الارتقان أنه يتنافس معه فوق الكورة في الهواء ومنع أنه يتنافس معه وكمان كمل معه يعني الكورة وصل للوجه فهنا بتتكلم في مخالفة ثم المخالفة تساعدت يعني هنا وسب ثم ضرب في الوجه فانت بتتكلم هنا في مخالفة ضرب كذلك بس يمكن من الزاوية اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي يمكن مش موضحة يمكن من الزاوية العكسية ممكن توضح لو في آه يعني زي ما حضرتك بتقول كده ضرب في الوجه أو تعدي يعني هو بالفعل الإيد كملت يعني في اللايف الإيد كملت في الوجه ولقى طلاقة دي شوية على الأرض وكان فضل وقع شوية على الأرض كمان لكن هي تم الاستيناف جروكنية والغريب بقى في الأمر حكم الفيديو هنا لم يتدخل للمراجعة وهذا كان أمر غريب برضو يعني مش قادر أستوعب إزاي لكن الصورة واضحة واللقطة واضحة وكمان النتيجة في التوقيت ده كانت واحد سفر لنجزة ملك فتكلم لو كان تم إحراز هذا فاحنا ده بنسميه في تحكيم هنا كان قرار مؤثر في نتيجة المبراء حكام الفر تدخلوا مع حكم الساحة؟ لا ما حصلش تدخل ولما بيحصل تدخل بيستدعي للمراجعة عشان يقوله تعالى في راكل الجزاء لم تحتسب وبيقدم له المستند وكمان الصورة هنا واضحة يعني لو ما عندوش صورة واضحة أه هقولك عنده المبرر أنه ما يتدخلش لكن التصوير مساعد والصورة موضحة والزاوية موضحة وعلى فكرة محمد الحنفي كان مواجه للمخالفة دي فطبعا هنا بنتكلم في راكل الجزاء لم تحتسب لفريط علاق ديش والقرار يعني ما كنتش أتمنى أن محمد الحنفي يكون يعديه القرار ده محمد الحنفي واحد من الحكام أصحاب الخبرات يعني لكن الأمر غير مبرر للأسف مش عارف كابتن أن محمد يعني ما معرفش أقول عليه شوطة يعني في الحكام المصريين زي ما شفنا أول مبارح طبعا نادر أمر الدولة واللي عملوا احتسب اكستر تايم خمسة عشرين دقيقة فيعني المفروض اللي إحنا نقدر إحنا أقدمه للحكام بتوعنا إحنا يعني فيه كتير جدا من المحاضرات فيه من التوجيه للحكام بتوعنا للارتقاء بالمستوى بتاعهم بس للأسف إحنا ما شوف حالات بين قسين ممكن ترقى لمستوى الكارثة انت أصرت نقطة مهمة جدا وأنا بحقيقك عليها لأمانة نقطة في الوقت الضايع وحروح من الكلام هنا حرجع تاني لمباراة زمالك بس حاجة حرد على سؤالك الأول الخمسة وعشرين دقيقة دي في الخانون كرت القدم مش صح إزاي هو أن المباراة توقفت الوقت فيه فرق بين الوقت الضايع والوقت المستقطع لما تم إيقاف المباراة لأن فريق أمبي أعلن انسحابه وخرج كل اللعيبة من الملعب هنا المباراة توقفت فبالتالي الحكم بيبص في ساعته ده الإجراء اللي بيحصل على سبيل المثال مثلا في الديئة سبعين فخلاص بالنسبة له المباراة وفي بيبلغهم بيقولهم الوقت القانوني قدامك وقت كذا وترجعوا هنا لما اللعيبة بترجع خلاص أنا ببدأ المباراة تاني من الديئة سبعين على سبيل المثال وبكمل الوقت المتباقي من المباراة وبعدين بأعلن الوقت الضايع من العشرين دقيقة اللي هما كانوا خمساشر دقيقة خمساشر دقيقة لغاية ما تم إصلاح الشاشة شاشة الفورد وعشر دقيقة لغاية ما لعيبة أمبي رجعت تاني ارتراجعت عن قرار الانسحاب ورجعت تاني تكمل ماتشو خلي بقالك تبقى القانون كورت القدم وتبقى البروتوكول اللي عطل في شاشة تقنية الفيديو اللي موجودة في الملعب ده لا ملوش علاقة ان انا اوقف المباراة ده حقيق ده ملوش علاقة نهائي لان تقنية الفيديو لو عطلت دي لا تؤثر اطلاقا على صلاحات المباراة صلاحات المباراة بتستمر نحاولك ان الرايا الركنية في المباراة دي نادر امر الدول اوقف المباراة عشان يصلح رايا الركنية هنا المباراة لا تستكمل بدون الرايا الركنية عشان هي عنصر اساسية من عناصر اللعبة غير الشاشة تحت الفورد ممكن فيه ماتشاط تتلعب من غير الفار أصلاً؟ بالضبط لدينا مباراة القسم الثاني وعندنا مباراة كاس مصر في الدول 32 وعندنا لعبنا كذا مباراة في مصابية الدولة نفسها من غير فار فده لا تؤثر على صلاحات المباراة وتبقى للقانون فهنا يعني أننا أستوقف المباراة نعودك في تقنية الفيديو ده مالوش علاقة وده كان برضو إجراء خاطر من نادر عبر الدولة هروح معاتي الجزئية الأهم وهي المحاضرات الفنية والأخطاء المتكررة في وجود خبير أجنبي محترف وحب نتكلم في لجنة الحكام محترفة النهاردة الحكام اجتمعت بلجنة الحكام في اجتماعات فنية كم مرة مباراة بعض المتش مباشرة كان فيه اجتماع فيه تحقيق في لجنة فتحة الكورة وطبعا بحضور بيريرا رئيس لجنة الحكام وكان يعني هو الراجل كان شايف أنه لا يستحق أمر الدولة لا يستحق إيقاف شهرين ويكتفى بأنه هو يكون الإيقاف من أسبوعين لشهر ماكسيمم شوف أنا أقول لك العاجة هو اللي حصل تحقيق لكن أنا أتكلم على اجتماع فني النهاردة فيه خطأ حصل من الحكم وخطأ في تطبيق قانون أنا هنا المفترض أن أنا بستدعي الحكام في اجتماع فني ثابت وده اللي احنا تعلمنا في التحكيم وده اللي احنا شفناه من يوم موقعين على التحكيم فيه اجتماعات فنية ثابتة وفيه تدريبات عملية في الملعب بتتم التطبيق اللي انت بتعمله في القاعة بتنزل الملعب وتطبقه وتعالج الأخطاء اللي حصلت ويبقى فيه توحيد قرارات مع الحكام النهاردة ان أنا عشان اجتمع مع الحكام بعد المباراة وقال لهم فيه تحقيق وقال لهم انت مقوف طب النهاردة أنا عندي سؤال طب انت ليه تم إعلان إيقاف ميدو سلامة حكم الفيديو رغم أن ميدو سلامة تدخل تدخل سليم واستهد عن هذا الأمر الدولة عشان يلغي هدف في يورتشار في مار ما ينبي وبرضو دي معلومة جديدة يا كاتم محمد تم إيقاف الحكم الفار آه تم إيقاف التقم بالكامل دي معلومة جديدة ده على وقع مباراة في يورتشارو أمبي بعد التحقيق بعد التحقيق جابهم قالولهم والسبب السبب قالولهم يعني هو السبب أنا هقولك يعني فهم عادين مع بعض الكلام ما كانش بشكل فني هو قالولهم عنش انت كله هتبقوا موقفين لحد ما الدنيا تهدى يعني ده طبعا انت بتتكلم خبير أجنبي قاعد بتتكلم مع حكامه انت لازم تقول مين اللي أخطأ انت النهاردة فينا في حكمين حكم الملعب وحكم الفيديو واحد فيهم عنده خطأ واحد فيهم أجاد لازم تتدخل بشكل سليم وطبق القانون بشكل سليم ده لا يعاقب ولكن اللي أخطأ في تطبيق القانون هو اللي يعاقب يعني ده معلومة نقلا على لسان كابتن محمد صراح عبد الفتاح الخبير التحكيمي يعني ان تم إيقاف طاقم حكام الفار لماتش امبي وفيوتر التاقم بالكامل لا تاقم بالكامل الحكام المساعدين والحكام الرابع وحكام الفيديو التاقم بالكامل تاقم التحكيم بالكامل مش حكام الفيديو بس وحكام الملعب بس لأ يعني أعلنوا للمساعدين والحكام الرابع انهم كمان موقفين فده طبعا أمر غير مبرر يعني أنت بتتكلم النهاردة أنا صرفت صح فحرجع معاك لنقطة نهاردة محمود باسيوني في مباراة الزمالك ما تدخلش في راقبة الجزاء اللي هي مفروض تحتسب لفالح فريد طلعي الجيش هو ممكن يكون فكر لأن الموضوع معلن للحكام وتم تسريم الخبر على فكرة بعض المواقع كتبت الكلام ده لكن النهاردة حكم الفيديو النهاردة محمود باسيوني في مباراة الزمالك طلعي الجيش ممكن أكيد عنده تخوف طبعا أنا هتصرف صح أو لا طبعا أمشي مع الحكم أو لا أمشيش طبعا هنا أنت عملت بلبلة ليه لأن أنت لم تعاقب الذي أخطأ ولم تكافي الذي أجاد فأنت النهاردة هنا وما عندكش توحيد قرارات وبعدين المبرر إيه المبرر أن أنت النهاردة بتقول التاقم بالكامل أن أنت تم إيقافكم حتى الحكام نفسها مش مقتنع ما هو يعني وإن افترضنا جدلا يعني أن هناك سبب يعني ليه إيقاف نادر أمر الدولة سواء أسبوعين ولا شهر ولا شهرين بس لماذا تم إيقاف حكام ألفار علامة استفهام تقال لهم كده أنا بجاوبك تقال لهم كده في التحقيق ما هو ده مش سبب يعني أصلي سبب فني لا مش سبب مبرق لا طبعا مش سبب مخنع طبعا نحن هنا بنتكلم في الفنيات وفي تطبيق قانون ومبراء في حد تصرف صح وفي حد تصرف غلط أنا طبعا متفق معاك يعني الأمر غريب وإن كنت أكد لك ده حياخدنا النقطة تانية طيب وجود سبير أجنبي محترف موجود عشان يطور أداء الحكام أنت النهاردة بتلاقي كل أسبوع أخطاء جسيمة في تطبيق القانون طيب أنت فين من تدخلاتك أنت فين من توحيد القرارات أنت فين من المعلومة الفنية اللي بتقولها للحكام هل اجتمعت بالحكام ما حصلش من ساعة اللي هي ما كانش فيه اجتماعات فنية بالحكام آخر اجتماع كان من فترة قريبة والاجتماع عايز أقولك أنه هو يعني ما تعداش النص ساعة وحصل مشكلة في الاجتماع وقاله خلاص نحن نهينا الاجتماع أن حصل مشكلة ما بين أحد الحكام وأحد أعضاء اللجنة وبريرة يعني ما خدش موقف كان موجود وكمان أكد لك على حاجة كمان أثناء الاجتماع هو ما كانش بيتدخل في الحالات الفنية يعني كان سايب الناس تتكلم فحتى هو البصمة بتاعته مش موجودة حتى في الاجتماع الفني قدام الحكام والله يا كابتن يعني للحديث شجون أنا بشكرك شكرا جزيلا أنا بشكرك أحكي برنا التحكيب بشكرك شكرا جزيلا طيب خلونا نروح لكواليس فوز نادي الزمالك النهاردة حقيقة مصطفى شلبي لاعب الفري الأول بكرة القدم بيوتوك بجهزة أفضل لاعب في المباراة أمام طراء على الجيش قيمة النهاردة في مسابقة الدوري المصري بيتسلم اللعب الجيزة بعد نهاية المباراة من مرائب اللقاء بيحرص شلبي على التوجه لجماهير علشان يبادلهم التحية بعد تسلم الجيزة حقيقة مصطفى شلبي يعني كان قدم مردود رائع جدا النهاردة شفنا الأسيست الدواء العالمي في الجون التاني النهاردة كمان وأنا بشوف الأرقام بتاعت مصطفى شلبي النهاردة كان يعني أرقام رائع جدا تزديدات أكتر من تزديد على المر من كأربع تزديدات حقيقة كده بالإضافة للأسيست عنده دقة كبيرة جدا في في التمرير فوق تقريبا التسعة وتمانين في المية أداء كويس من مصطفى شلبي نتمنى الاستمرار على هذا النسق خلونا نروح للمؤتمر الصحفي لأسوريو بعد مباراة طلاق الجيش وفي مؤتمرات الصحفية أنا بحب يعني أقرأ الكلام كما ورد على لساد المدير الفني تجنبا لحدوث أي أخطاء هو قال أسوريو عندما تتحكم فيه الكرة يجب أن يكون هناك صبر وإصرار سيتحقق الفوز مثل ما حدث فيه مباراة النهاردة أمام طلاق الجيش الهدف الأول جاء من راكلة الوقنية لحسام عبد المجيد الهدف الثاني يثبت للجميع طريقة لعب الفريق على الورق بدأت المباراة بأربع بدأت المباراة بأربع مدافعين كان أحمد فتوح بيلعب في مركز المساك في حالة الدفاع لما منستحوز على الكرة كان بيتقدم ليه وسط الملعب لعيبة الزمالك استطاعوا وطبعا الكلام نقلا عن أسوريو لعيبة الزمالك استطاعوا أنهم يلعبوا كرة سريعة كرة مباشرة التمرارات ليه قدام وجهنا منافس كان جيد جدا لكن الزمالك استحق الفوز هو بيقول أنا لا أعتمد على لاعب واحد بعينه لا أعتمد على لاعب واحد بعينه لما سئل على أحمد سيد زيزو قال لاعب مهم للزمالك لاعب مهم للمنتخب المصري حتى إذا لم يكن في حالته الطبيعية لكنه شارك في الأهداف اللي أحرزها الزمالك في اللقاء كان بيقدم الأدوار المطلوبة منه ماتش النهاردة وأول مباراة تشهد جاهزية لجميع اللعيبة تشهد اكتمال لصفوف الفريق بيقول كمان أسوريو أن هناك تحسن في الأداء خلال ماتش النهاردة بيقول أن هو يعلم جيدا إيه اللي ناقصنا؟ إيه اللي ناقص فرقة الزمالك؟ هو بيقول أن هو مضطر أنه يتعامل مع المجموعة المتواجدة طريقة لعبه تحتاج ليه ثلاث لعيبة بيلعبه بالقدم اليسرى تصريح هنقف عنده شوية مع ضيوفنا النهاردة إن شاء الله هو بيقول أن طريقة لعبه بتعتمد على ثلاث لعيبة بيلعبوا به القدم اليسرى ليه؟ إزاي؟ كل الكلام ده هنعرفه النهاردة إن شاء الله طيب هو برضي بيقول أنا لن أقوم بتغيير طريقة اللعب أمام الفرق الكبيرة اللي بتنافس الزمالك أنا كنت هعمل على تحسين طريقة اللعب خاصة أن الزمالك بيمتلك لعيبة مميزين تصريح مهم جداً لأسوريو بيقول أنا اللي مسؤول الأول عن الخسارة في أي مباراة طيب خلونا بقى نروح للاتحاد السكندري ويكون من ثلاث تلاث أيام تقريباً كان فيه أخبار طبعاً عن استخالة الحج محمد مصلحي من إدارة نادي من رئاسة نادي الاتحاد السكندري النهاردة الحمد لله نبارك لي الإسكندرانية عودة الحج محمد مصلحي بينضم لنا على الهاتف سيد محمد سلامة عضو مجلس الإدارة دارة نادي الاتحاد السكندري سيد محمد برحب بحضرتك يا صباح الخيرات طب الحمد لله إيه كواليس بقى يعني كواليس الزهاب وكواليس العودة طبعاً كعادة الأسلحة الشعبية والضغوط اللي تمارس عليها يعني طبعاً ضغوط الجمهور بالناحية كانت في نهاية البسكت كان الموضوع طبعاً صعب نعرف إن كرة السلة يعني هي إسكندرية طبعاً ونادي الاتحاد الزاس وأكبر شرقة واخدر طولة كيس في مصر طبعاً نادي الناس دائماً غير متخبلة أي مركز ذلك المركز الأول يعني الحمد لله إحنا في أفض أربعة ثمين كنا في النهاية في الفاينال أربعة ثمين متواصلين يعني خدنا منه خدنا الطولة وإتخالك لأنه خلفنا التوفيق يعني فبرضه إن إحنا بنوصل للنهاية أصبحته يعني دائماً مش متقبلة فكرة من الاتحاد ما باش ناسل أفضل أسألة يعني وحصل شوية من كل يعني مش حول الجمهور إنه جمهور إسكندرية ومن الاتحاد المرواعي وناس جميلة يعني ما ترشت تقولهم يعني شوية قلة إذا بدأت حجم سيد محمد في سوصاً ما هو دا أنا يعني مستغرب ويعني سيد محمد إنه فيه حب متبادل من قبل الجماهير نادي الإتحاد السكندري وما بين حجم محمد مصلحي إيه اللي غيره؟ يعني ما أنا مصلحي لا خالص الله يجب أن يقول خطاك يا إيه يا قلة واكتمل الموضوع برضو كان بالضغوط كان بأن فترة سيد محمد طبعا كان مستمي يعني حد البطول مدخس مش عايز يحسس حد بأي نوع من المشاكل والضغوط اللي تمارس علينا وضغوطي طبعا كانت متمثلة في ضغوط مالية كبيرة جدا أعرف حاطف إحنا عندنا 11 لعبة إحنا نادي شعبي جماهير رياضي اجتماعي يعني الضغوط كبيرة جدا وطبعا يعني الضغوط المالية بقت فترة أخيرة كبيرة خطوطا إحنا مع التوسعات اللي حتت فرع سموحة والإنشاءات الجديدة اللي تتعمل بالنسبة لي محتاج دعا مكان للإنشاءات فأخذنا لنا سعادة الدكتور أشوف صباح وتنفيجاتها معهزة إدارة في رمضان وكان وعدنا في الوقت ده أنه هو يشوف يعني حدر أنا عايز أسعر عليه تحديد يا ناس محمد إيه اللي ظهر في الاجتماع ده إيه الوعود اللي تلقاها إدارة ندر الحال إيه الوعود إن إحنا تسهيل عمليات الترخيص اللي مطلوبة سواء في إنشاءات المولات اللي موجودة على صور النادي سواء اللي في إنشاءات دي أو اللي موجود في فرع سموحة تساعد شوية أن هي تدر يعني عائد نادي طبعا مصادر دخل آه نقدر نصرف منها سواء على التطورات أو التطورات في الإنشاءات أو نصرف منها على النشاط الرياضي أنت تعرف حواصل برجو إن إحنا نعجل ناشي جواني الغادية فهل في الأغريب يعني إنت مش نادي خاص إذا تحدد دشتراك لكل لعب المبلغ مثلاً في ديه إذا يقدر مثلاً إذا فيه فاقت أكساً بالعكس يعني أول عن زران زران كان فيه برضو يعني تردادة الأخويل إن هو ماشي ويأسؤالة الآخر عن استعدادتكم لمطش الزمالك تمام والله بس حالتك هو الموضوع زران طبعاً في حالتك متابع وشوفت اللي حصل طبعاً برضو كان نتيجة الأجواء الطبيعي في الأجواء كان سيد محمد كان مبتعد وبدأت برضو الناس تهلأ طواء العيدة أو أجهزة أنه برضو ويجي سيد محمد حاجة طبعاً محدش يقدر إنكارها ويجي سيد محمد على رأس المنظومة هذا بيدي تطمين للمدير الفني أنه يكمل وأنه يكفي استقرار أجواء من الاستقرار في ال طيب ده عظيم جداً يعني رقم واحد زران مكمل إن شاء الله على رأس الإدارة الفنية لنادي الاتحاد استدادتكم لمطش الزمالك إن شاء الله وفي حالة مطش الزمالك كانت استعداد طبعاً الموضوع طبعاً يعني إحنا بقنا خسرة عندنا بدلق كده في آخر خمسة مطشات فكنا إحنا وصلنا لمرحلة معينة كنا نافذ على المركز الواجه النهاردة اتعدنا الموضوع بقى في كل مطش ييجي بعد البيئة سبعين وخمسة سبعين وده كان يتكلم فيه من التنظامة اللعيبة وبشد منهم يعني إنه إحنا بقنا مطشين بيجي بعد البيئة سبعين ومتعدين طبعاً مطش المصر ومطش بيراميد ومتعدين كاملين شو ما نحصلش يعني فالبيئة بقى صعبة جداً وهو طبعاً إحنا داخلين على كام مطش صعبين أولهم مطش الزمالك بعد كده البنك عندنا كمان والبنك طبعاً تعرف إنه هو مرحلة خطر بالنسبة لتبعى بهبوط طبعاً الموضوع حيبقى صعب جداً بالإضافة بعد كده عندنا بيراميد في كاس مصر وبعدين عندنا كمان سنوات كل بطرة في القاهرة في دور قبل المالكة الربطة مطشات كلها همة وحساسة وصعبة نفس الزمالك يحاول يرفع بردات التركيز مع اللعيبة إن شاء الله حيرجع يعني المطش الجاي مش هيرجع محمود علي علي المجلس عنده مطش وقف مطش الزمالك لكن الشمس الله حيرجع من الزقاف إن شاء الله بيئة اللعيبة كلها تبقى كاملة وجاهزة على المطش الجاي وربنا يوفقنا الله أنا بشكرك شكراً جزيلاً يا سيد محمد سلام عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكنداري بشكرك وألف ألف مبروك عودة حج محمد مصلحي مرة أخرى لبيته نادي الاتحاد طيب خلونا نرجع تاني لنادي الزمالك إدارة الكرة ده خبر مهم إدارة الكرة في نادي الزمالك بدأت أن هي تحط خطة جديدة علشان تعمل ضبط للعقود الخاصة باللعيبة إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن تم تكليف مجلس الإدارة كلفه كابتن عبدالواحد السيد مدير الكرة إنه يعمل ضوابط للعقود إن هي تكون هناك زي بتقول إيه كريتيريا أو فئات محددة بيتم على أساسها تقييم اللعيبة بيتم وضع هذا الأمر على الصفقات الجديدة بيتم تطبيق الموضوع ده على الصفقات الجديدة وعلى الصفقات اللعيبة طبعا اللي حيجددوا عقدهم بيستثنى من الموضوع ده اللعيبة المحترفة خاصة إنهم بيتقاضوا مستحقتهم بالدولار خبر مهم لسه مكملين مع أخبار نادي الزمالك عبدالله جمعة الزهر الأيصر لنادي الزمالك بيقترب من العودة إلى نادي السابق المصري البورسعيدي في الموسم المقبل في ظل حصوله على الضوء الأخضر من إدارة نادي الزمالك من هو يدور يبحث عن عرض للرحيل في الموسم المقبل بيتواصل لاتفاق مع إدارة المصري البورسعيدي إن هو يرجع تاني لنادي السابق بيتبقى فقط اتفاق الناديين حول تفاصيل الصفقة الخبر ده جماعة من الأخبار المهمة لجماهير كرة القدم في النادي الأهلي بتعلن شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز أمام جماهير نادي الأهلي لتذاكر مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في زهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا من المقرر طبعا نلتقي الأهلي مع الوداد المغربي يوم الحد اللي جاي إن شاء الله على ساد القاهرة الدولي في زهاب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا نروح لأخبار بقى النادي الأهلي مارسل كولر السعلب السويسري مدير الفني لنادي الأهلي بيقرر دخول الفريق لمعسكر مغلق قبل مباراة الوداد المغربي بـ 48 ساعة مش بـ 24 ساعة كما كان معتاد سابقا الأهلي بيدخل المعسكر المغلق منذ يوم الجمعة المقبل أي قبل المباراة بـ 48 ساعة كولر بيعايز من الإجراء ده هنا هو يزود تركيز اللعيبة عايز إن هو يعزلهم عن أي مؤسرات خارجية قرار حكيم وإن شاء الله نتمنى طبعا التوفيق للنادي الأهلي خبر ده برضو من الأخبار المهمة لجماهير كرة القدم في النادي الأهلي بعنوان موقف المصابين في الأهلي قبل الموجهة المرتقبة مع الوداد المغربي رقم واحد كابتن محمد شناوي حارس الفريق بيشارك لأول مرة في تدريبات الأهلي مساء السلساء اللي هو النهاردة بشكل جزئي بعد صبته بتمزق في عضرة السمانة أمام الترجي التونسي بيقترب بذلك من اللحاق بمباراة الوداد المغربي في نهاية دولة الأبطال أول حد معنا كابتن محمد شناوي إن شاء الله بإذن الله هو الحمد لله شارك النهاردة في التدريبات بشكل جزئي بإذن الله حيلحق بمباراة الوداد الأولى اللي هتلعب هنا في أستاذ القاهرة الرقم 2 في ملف أو سجل المصابين في نادي الأهلي كابتن علي لطفي حارس الفريق بيشارك في تدريبات الأهلي بشكل جزئي برضو بيصبح جاهزا بشكل كبير لأنه يتواجد أمام الوداد في المباراة هتلعب هنا إن شاء الله على أستاذ القاهرة ذلك بعد الشفاء من الشد في العضلة الخلفية يعني الحمد لله كانت ضمنها على كابتن محمد شناوي وتضمنها على كابتن علي لطفي تالح حد معانا كابتن حمدي فتحي لاعب خط وسط نادي الأهلي بيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد تخلصه من الإجهات في العضلة الخلفية وكان يعني كابتن حمدي فتحي هو الأقل من حيث الإصابة مقررة تم بيه كابتن محمد شناوي وكابتن علي لطفي طيب فيه تقرير كده عاملينه الزملاء في الإعداد بضع عنوان ماذا تغير في الوداد المغربي منذ نهاية دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي أمام الأهلي خلونا نبدأ بالإدارة الفنية للوداد الإدارة الفنية بيرحل وليد الريكراكي عن الفريق بعدما توج بلقب دوري الأبطال بيتولى تدريب الفريق الكابتن منتخب المغرب يحقق الإنجاز التاريخي معهم بحص المركز الرابع في كأس العالم الأخير وليد الريكراكي بيترك الوداد بيروح يدرب الفريق المنتخب المغربي بيحصل طبعا معهم على رابع العالم إنجاز كبير جدا لوليد الريكراكي يعني أول حد في التغير الحصل في فرقة الوداد المغربي منذ أن فازوا به اللقب السنة اللي فاتت رحيل وليد الريكراكي رقم 2 رجالة لسه مكملين فيها الإدارة الفنية الحسين عمود تولى تدريب الفريق لمدة مبارتين فقط ورحل بسبب سوء النتائج رقم 3 المهدي النفطي بيتولى تدريب الفريق لمدة عشر مباريات قبل ما يتم الإطاحة به برضو بنفس سبب سوء النتائج الرقم 3 أخوانا كارلوس جاريدو بي رغم قيادته للفريق وصوله بالفريق إلى نصف نهاية دوري أبطال أفريقيا بس الإدارة إدارة الوداد قررت أنها تقيل بسبب عدم اقتناعها الفنية بما يقدمه أخوان كارلوس جاريدو طبعا هو كان مدير الفني للنادي الأهلي أخيرا البلجيكي سفين فاندن بروك بيتولى تدريب الفريق قبل مبارتين سانداونز في نصف نهاية دوري أبطال أفريقيا بينجح مع الوداد المغربي في الوصول إلى النهاية طيب ده بشكل سريع ما حدث من تغير في إدارة فريق الوداد المغربي نروح لتشكيل الوداد المغربي في حراسة المروا يوسف مطيح هيكون هو حارس المرمى في نهاية دوري أبطال أفريقيا بعد عودته من الاعتزال عقب انتهاء موسم أحمد رضا تيكناوتي بسبب الإصابة بيعود تاني من الاعتزال وهو بيحرص عرين الوداد المغربي ده بالنسبة لحراسة المرمى خط الدفاع معنا أرسن زولا أمين أبو الفتوح هم قلب دفاع الوداد خلال الموسم الحالي بشكل أساسي بعد رحيل أشرف داري للاحتراف في فرنسا والإبقاء على أمين فرحاني كبديل بعد تراجع المستوى ده بالنسبة لخط دفاع الوداد نروح لخط الوسط عندنا عبدالله حيمود بيصبح العنصر الأساسي بدل من جلال دودي بجانب يحيى جبران ورضا الجعيد كمان في خط الهجوم محمد ونجم أصبح أساسي في خط الهجوم الوداد بعد عودته لفريق بجانب الوافد الجديد سامبو كثنائي هجومي جديد الموسم الحالي بجوار طبعا زهير المترج ده التشكيل الخاص بفريق الوداد والتغيرات اللي حصلت في فريق الوداد من ساعة مكسبو البطولة السنة الفاتت على صعيد الفني الإدارة الفنية وعلى صعيد التشكيل اللعيبة طيب خلونا نروح نستقبل بقى كابتن إيهاب المصري نجم المصري البور سعيدوي المقاولون الأسبق خلونا بس نروح فاصل ونرجع لكم تاني رجعنا لكم مرة تانية معنا في الاستوديو كابتن إيهاب المصري نجم المصري البور سعيدي والمقاولين الأسبق وحطوا تحت المقاولين الأسبق دي يعني كم خط كده كنا لسه نتكلم على ذكراتك مع كابتن محمد صلاح أول جون هو جابه فيه المقاولين كان آخر ماتش ديك فيه المقاولين آه بالزبط يعني هي طبعا المقاولين الأول وعيكها المصري هي الفترة لأن أنا من ناشئين نادي المقاولين العرب فحاجة تشرفني طبعا أكيد فأول هدف محمد صلاح كان مباراة المقاولين السويس في دورة 32 في كاس مصر في السادي السويس الجديد وكان هو الأول هدف لي وكان آخر مباراة لي مع النادي المقاولين العرب وبعدها انتقلت أو قبل المطش بالليل انتقلت للنادي المصري البور سعيدي في صفقة انتقار الراسمية كانت في الوقت دا كانت بمبلغ كبير جدا بس هو كان أول هدف لي وهو يعني بالمناسبة هو من يعني شبيه جدا لأهدافه مع ليفار بول دلوقتي انه هو استلم وانا فاكر اللقطة كمان هو استلم وانا رحين 3 على 2 فانا بحاول اعمل افرلاب من وراه بعدي من وراه كان هو عجاب الجون خلاص يعني هو بسرعيته طبعا لسه بليف راح هو استلم بشماله عادة راح حطها بالخارجي اول ما عادة دخل الـ 18 المولين في 2010 تقريبا كان كسب بطولة أبطال الأفريقية تقريبا لا اخر بطولة دا كاس الكوس الأفريقية 96 سوديجراف المولين العرب سوديجراف 4-0 في السادة القاهرة كابتن علي عشور هدفين وكابتن محمد عودة هدفين وده كانت المباراة الأولى اللي حضرها النادي المولين العرب وبعد كده انتقلت رسميا يعني دخلت اختبارات النادي المولين وروحت كاس مصر 2003-2004 كاس مصر 2004 من نادي الأهلي وكاس السوبر 2004 من نادي الزمالك واحنا في الدرجة التانية ممتاز به مع كابتن حسن شهد يعني النادي المولين العرب تاريخيا هو التالت فريق في مصر من حيث البطولات تضمتلك كمان للمتخب كابتن اياد اه موسم 2009-2010 مع كابتن حسن شهد تصفيات كاس العالم 2010 في مجموعة رواندا والجزائر وبعد كده قبل كاس العالم للقارات كنت منضم للمتخب في الوقت ده وقبل بطولة أفريقيا 2010 فالحمد لله يعني كان أداء ولا أروع للمتخب كله يعني هي الفترة دي 2006-2008-2010 يعني عشان كده الفترة دي كان لسه ثاني برضو صغير وعشان كده أنا كنت بنافس على هداف الدوري 2009 أو أحرصت كمان لقب هداف الدوري لكن في مشكلة حصلت كده كان 12-12-12 إيهاب المصري وفلافي وبابا أركو فيعني الحمد لله في الفترة دي اللي كان يخش أو يتواجد في وسط المجموعة الكبيرة جدا والعيبة للقرى الكواليتي العالي جدا كان بيبقى إنجاز كبير جدا فالحمد لله الواحد قدر في وقت صعب جدا وفي وقت كان صعب على أي حد التواجد في وسط الكوكبة دي اللي هو يكون التواجد خط هجوم كناري يعني كنت عندك متعب طبعا كباتن كبار كلهم لهم كل اللي احتراموا التقدير عمر زاكي جدو ميدو زيدان محمد محسن أبو جريشة أحمد عبدالغاني أحمد عبدالرقوف بصنا بقول لك أسامي محترام الكامل بالفرق تشيل فرق بالزبط محترام الكامل لكل فراودة الدوري المصري دلوقتي كل اسم أنا قلته دلوقتي يقدر ياخد هداف الدوري وهو قاعد في البد من دلوقتي في فترة الحالية دلوقتي كل واحد يقدر يشيل فرقة لوحده أهم حاجة أخبار المكافأة إيه بتاعة 2010 آه تمام والله من الحاجات المميزة خلي بالك أن كابتشاو غريب تصل بي بعد البطولة وروحت وكلمني وتقابلنا وطلع لي المكافأة طب الحمد لله حلو حديث الزكريات ده طبعا في حاجات كتيرة في ناس متعرفش يمكن أن بطولة 2010 آه الحمد لله كلية نصيف في المكافأة ده حاجة أنا كنت سعيد بها بعيدة عن المكافأة طبعا أن احنا بنتوج بطولة أفريقيا للمسلم يعني العام الثالث على التوالي وجودنا وجودي أنا كأهاب في وسط الكوكبة الكبيرة دي من النجوم دي كانت حاجة تشرفني أكيد آه ده عظيم جدا طيب خلونا بقى نروح للزمالك أخباره إيه شايف الأداء بتاعه النهاردة شكله عمل إزاي تصريح أنا شخصينا مفهمتوش النهاردة أوسوريو في المؤتمر الصحفي بقول أنه طريقة لعبه الجديدة بتعتمد على وجود ثلاثة بيلعبه بالقدم اليسرى وأنا قلت يعني أكتر حد حفظنا في الموضوع ده كبت نهاب مصر بص يعني خلينا متفقين الفترة دي حال نادي الزمالك ككل يدايق أي حد مش هو مش في أحسن حال فوز النهاردة هو فوز معناوي أكتر والأقل بيساعد نادي الزمالك من النهود من كبوته بشوية بشوية الجماهير فرحانة الجميل متعطشة لأي حاجة إيجابية داخل نادي الزمالك بعيدة عن الصراعات وبعيدة عن الأخبار السلبية اللي دايما طلع من جوة نادي الزمالك والمشاكل الكبيرة اللي جوة النادي فيعني المتنفس الوحيد لها هي الرياضة أو الكورة اليد السلة الطيرة هي دي اللي بتخلي الجماهير نادي الزمالك تقوم مبسوط دايما فالنهاردة مكسب واضح من جميل نادي الزمالك فرحانة طبعا عن المكسب لكن كأداء لأ أنا بشوف أداء بعيد كل البعد عن أداء نادي الزمالك نادي الزمالك محترام الكامل لفرق طلع الجيش النهاردة لو بلعب فرق غير طلع الجيش مصري كان ممكن يلقى هزيمة تقيلة كمان لأن نادي الزمالك النهاردة كان عنده مساحات كبيرة جدا في خط الظهر آه هو كان عنده تواجد هجومي لكن في ظل التواجد الهجومي كمانا نادي الزمالك مضيعش فرص يعني انت الفرص يعني لو عادنا ندور النهاردة مفيش فرص هو الوحيد اللي كان بيشتغل والناس فأرحانة جدا بأداءه وهو مش النهاردة بس هو مصطفى شالب مصطفى شالب بيقدي أداء الفترة اللي فاتت بيحاول بيحاول يعود جمهير نادي الزمالك عن الفترة اللي هو جمهور نادي الزمالك كان جايه يعني يعني يحاول يركز في ملعب أكتر يقفل ودنه يبدأ عن السوشال ميديا الحركات اللي ملهاش لازمة يبدأ عنها يركز في ملعب بس هو لسه عملش أي حاجة نادي الزمالك نادي كبير وهو مش تريع عشان هو لعاب كبير يقدر يطور ويغير من شكل أداء نادي الزمالك يساعد نادي الزمالك على النهود من كبوته هو ما عملش لسه أي حاجة فالطبيعي اللي هو بيعمله ده يعني برضه عشان نكون في الصورة ونعرف الناس إن مصطفى شلبي وزيزو أي لعيب بيعمل حاجة في نادي الزمالك هو المفروض لعيب كبير وكوالتي متصنف يعني حاجة كبيرة في كرة مصرية أهلي وزمالك براملز فيوتشر دي أسامي كبيرة المصري فدي لعيبة المفروض تكون كوالتي مختلف فهو لازم يعرف كده يعرف اللي هو ما عملش أي حاجة لسه لسه بدري جدا عليه أيها بس مالش كابتان يعني إحنا لما نشوف في برقة أمل يعني في الموضوع فإحنا بنحاول إن إحنا ندي دفعة معنوية ليه اللعيبة ليه فضل علشان إنا في الفترة الأخيرة كنا ده النازلين يعني آآ اللي هو هو كله ضرب 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 إحنا أنا قلت حراك لا إنت حراك أنا 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 بتكلم في نقطة تانية خالص هو بيقدل بيحاول بيكتهد بيحاول يوصل لجمهور النادي الزمالك اللي أنا أنا جاي عشان أقدر أساعد النادي وبيموت نفسه وبيحاول النهاردة كل محاولات النادي الزمالك جميعا طريق مصطفى شرك واسمها تحراك وانت بتتكلم عمل كروس دوا فعلا الكروس عمله كويس أول لنضاي ونضاي حطه ولا أروا ونضاي برضو في خلال ترى تربعة مطشات نضاي بيسجل وشكل مختلف أو مش هو الكوالات العالي اللي يفرق معناه الزمالك زي بين شرقي زي ساسي لكن هو بيقدي في حدود المتاح الفترة الأخيرة لكن مصطفى شرك طبعا أستم كده كده مش مكمل يعني معناه الزمالك بالزبط لكن هو مصطفى أنا بتكلم عشان عنده الإمكانيات اللي تخليه في حتة تانية زي ما بنقول عنده إمكانية اللي هو ينضم المنتخب مصري يكون ورقة مهمة في الكرة المصرية يبعد عن الحاجات الصغيرة اللي ملهاش أي لازمة خالص في الكرة يركز في الملعب بس يستمر الاستمرارية مطلوبة ومهمة جدا مايعملش المطشين ويستند على المطشين أو الفترة اللي فاتت وخلاص الآية من مصطفى من المطش الجاي مع أن كمان يعني تصريح ليه أسوريو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة بيقول يعني أن اللعبة بدأت أن هي تستوعب طريقته الجديدة الجديدة في اللعب وهو يعني كان دايما المشكلة ما بينه ما بين الإدارة الفنية لنادي الزمالك أن طريقة اللعبة بتاعته الجديدة اللعبة لسه مش عارفة تستوعبها النهاردة أسوريو ليه تصريح بيقول يعني أنه ما اللعبة بدأت أن هي تستوعب طريقته الجديدة وجد نظره يعني هو يعني أكيد هو شايف حاجة الفوز ممكن يكون منديله لانتبع ده على الجانب الهجومي أو الشكل الهجومي ممكن يكون نايز الزمالك أدى اللي هو عايزه بالباسات كتير التحركات الهجومية فتوح بالشكل اللي هو عمله اللي فتوح كان بيبدأ بربع لكن هو في الناحية الهجومية نايز الزمالك فتوح كان بيزيد وبيعمل زيادة عددية بشكل كويس جدا في نص الملعب جبدونجة أول ما تشلعبه من 48 يوم عشان كده هو في الآخر تاعت إنه عام مجهود بني كبير جدا بنشوفه لما الكرة بتطقتها بنادي الزمالك بيحاول يرجع يغطي في الناحية الدفاعية ولما الكرة بتطبقى في حوزة نايز الزمالك كان بيحاول يعمل الزيادة الهجومية إزاي عمل مجهود كبير جدا في التوح النهاردة لكن ده كان عامل منساحة كبيرة جدا في خط دار نايز الزمالك يعني حاتم سكر كان بيحاول يضم في العمق جنب حسين عبد المجيد فده كان بيعمل يعني منساحة كبيرة جدا في الناحية المين نادي طلع الجيش النهاردة وكابتان عمال النحاس ما استغلهاش بالشكل الأمس عشان كده بقول بقول له حضرتك إن نادي الزمالك لو كان بيلاقف فرق عفوا لو كان بيلاقف فرق مختلفة النهاردة كان أعتقد ممكن يسبب له مشاكل كبيرة جدا في الناحية الهجومية إيه أبرز المراكز في نادي الزمالك اللي هي إحنا محتاجينها في المسم اللي جاي لا محتاج كتير ناس زمالك يعني أنا برضو أتمنى من الراجل يكون عارف ويصرح الناس واللجنة الفنية اللي في ناس زمالك عارفة كده إن ناس زمالك محتاج كتير قوي عشان يرجع محتاج لعيبة أو قماشة مختلفة تطبق له الفكر اللي هو عايزه الفكر للراجل اللي عايزه محتاج لعيبة معينة يعني محتاج كواليتي معين الزمالك محتاج في مركز رأس الحربة الزمالك محتاج في مركز الباك شمال في المركز الباك يمين في وسط الملعب لإن لسه مش شايف دونجة وروقة يمكن دونجة بيحاول لكن دونجة وروقة مش قادرين يملوا الفراغ الكبير اللي سابوا طريق حامد إحنا حاسين يعني كل المهتمين بالكورة والتحيير الرياضي الفترة اللي فاتت لأ دونجة مش قادر يملأ معينة دونجة لعيبة كويس لكن الظروف اللي فيها الفرقة مش مساعدة دونجة مش بيخليها يطلع كل الامكانات اللي عنده والفنية واللي هو يغطي مساحات اللي لها بكلها مش مش قادر يعني اللي حواليه حتى مش مساعدينه حتى زيزو اللي كان بيقول عليه الجمهور الناس الزمالك لكن يعني دي حالة كرة في انخفاض المستوى الفترة دي لكن حتى وهو في انخفاض المستوى النهاردة بيعمل الدربات السابتة بيعملها بشكل كويس جدا حل مميز يقدر يكسب بناس الزمالك ويصنع بالفارق فلا ناس الزمالك محتاج عناصر كتيرة الراجل لازم يطلع برضو وأنا لسه عند رأي هو اللاجنة الفنية أنا جاي الفترة دي هدفي الحصول على المركز التاني أو الوصول للمركز التاني عشان أوصل دوري أبطال أفريقيا لأن خلاص الدوري شبهم محسوم خلاص الأمور سيبهم منتهية ده مط定عان برامجز وفيوتشر برامجز وفيوتشر واللي اتنين ده فيه سراعة تاني يعني giờ يوم الجمعة فيه سراعة مختلف تمام برامجز وفيوتشر مبارقة قوية جدا جدا سراعة المركز التاني برامجز لو كسب ويفرق بشكل كبير ويريح نفسه وبيدي الأفضلية النفس اللي هو يعني يستحوذ عن المركز التاني فيوتشر عنده الطموح وعنده الأمل اللي هو يبدأ عن نالز الزمالك نادي الزمالك مش هو جمهوره مش هيرضى اللي هو يكون بطولة بالنسبة له هو الفوز بالمركز التاني لأ نادي الزمالك أكيد وهو جمهوره بيتمنوا دايماً زي هما كانوا أبطال آخر موسمين فيتمنوا اللي هما دايماً يكونوا على منصات التتويق لكن الظروف الحالية لأ الظروف صعبة جداً نادي الزمالك محتاج لثورة لعادة تصحيح الفترة اللي جاي رأيك إيه أسره يكمل ولا نشوف مدير فني تاني ليه؟ مع هو يعني هو نادي الزمالك جايب الرجل عشان عارف اللي هو بيهيبني الفترة دي لللي جاي يبقى أنا أكمل به للموسم اللي جاي أو أوفره احتياجاته مع ناس في اللجنة الناس اللي هي بتكورة وعلى قامات كبيرة في كرة القطن يعني تتحاول تجيب له اللعيبة النوعية اللي هتطبق له فكرة سواء كواليتي محترف أو محلي يعني كان فيه مصادر في إدارة نادي الزمالك مش متحمسة إن أسره يكمل مع نادي الزمالك للموسم اللي جاي وإن كنت أنا شخصيا يعني مع الاستقرار يعني الراجل جاي مدام أنتو عملتو الهومورك بتاعكم وعملتو شغلكم وشوفتو سيفي بتاع الراجل وراجل جاي على بروجيكت على مشروع وعند رؤية فسيبوا الراجل يحقق يعني هل الراجل خسر إنان الزمالك دور أبطال أفريكيا أو خسر الدوري؟ الراجل جاي خسر إنان الزمالك خسران كل حاجة إنان الزمالك في حالة يرسله في حالة صعبة جدا فالطبيعي أنت تساعده من الموسم اللي جاي بشكل كويس بيشوف اللاعبين بيجربهم في كذا حاجة عشان يقدر يقيم في آخر الموسم بشكل كويس لكن لو أنت مش هتخليه كمل خلاص من دلوقتي أكمل بأي مدير فني زمالكاوي كبير يكمل به الفترة اللي جاية وخلاص أقوله شكراً ووفر على نفسي الفلوس والنزاز المالك في أزمة مالية ففيه كمان أنت خلاص هتوفر على نفسك يعني فلوس كتير جداً فخلاص أكمل الموسم بمدرب مصري أبدأ أجهز فيهات كويسة للموديلين فنين أجانب أقوية للموسم اللي جاي وأبدأ أعمل وراتب للموسم اللي جاي لكن أنت خلاص جبت زي ما حالك تقولت مشروع سيبه يكمل للآخر والحساب مش دلوقتي أنت تحسبه لما توفر له الأجواء الصحية اللي يخليه اشتغل بها بشكل كويس كان فيه مصادر بتقول أن اللعيبة حيتحصلوا على أنا مش متذكر بقى المستحقات بتاعتهم كاملة أو جزء من المستحقات بتاعتهم عن طريق الاشتراكات لا كاملة ليه صعب يعني ياخد جزء هو لو فيه فلوس داخلت من الاشتراكات بياخد جزء بيحاول يمشي الأمور شوية بيحاول يدي دفع معنوية للعبين لأنه زي ما قلت لك هو هدفه دلوقتي الوصول للمقعد في البطولة الأفريقية سواء كونفدرلية أو في دولة الأبطال لأن الموقف صعب جدا أن نالي الزمالك ممكن يكون خارج البطولة الأفريقية الموسم اللي جاي فهيبقى موسم كاريسي نالي الزمالك لو بعد عن البطولة الأفريقية كمان فنالي الزمالك لا مطالب الفترة اللي جاي بلم الشامل تاني زي ما قلت لك مكسب معنوي ممكن يحفزه للفترة اللي جاي طيب خلينا نقل على نادي الزمالي نادي الأهلي عنده مش طبعا النهائي ذهبوا عودة وداد المغربي وداد المغربي محق يعني برضو فاي زي ما الأهلي الموسم دو ابتدى يفوق فعندنا يعني لقاء ناري ما بين الاهلي والوداد لقاء ناري ولقاء صعب جدا طبعا وإن كان نادي الأهلي الفترة اللي فاتت أنا بحيي مستر كولر بشكل كبير جدا على الاستفادة كبيرة اللي حقاها والذي هو تعلم من أخطاهم بعد مغارسان داونز يمكن كل توقع بعد مغارسان داونز أن نادي الأهلي هيمر بأزمة كبيرة جدا نادي الأهلي كان هيخرج من طول أفريقيا نادي الأهلي كان هيخش على أزمات كبيرة لكن الهدوء اللي كان عند مجلس الإدارة كان فيه غضب جمهير كبير لكن امتصاص مجلس الإدارة للغضب الجمهير هدوء كولر في التعامل مع اللاعبين احتواء اللاعبين بشكل مميز جدا تغيير فكره هو هو ساستب نفسه على الكوالية اللي معي الكوالية اللي معي هيشتغل بإيه فن الممكن بالزبط فهو اشتغل على كده من مباراة القطن الكاميروني وقاعدة ترتيب الأوراق كانت من هي البداية البداية الصحة لنادي الأهل من بعدها النادي الأهل لم يستقبل الهدف واحد صحيح تلقى 14 مباراة أو 15 مباراة الكل فوز إلا تعادوا الواحد لا هو الهدف الوحيد كمان على المنظومة الدفاعية التطور اللي حصل في المنظومة الدفاعية للنادي الأهل بعد المباراة سندون وسلاسي وسط ملعب قوي بيعمل بلوك كويس قوي على المدافعين التوليفة الكويسة الدفاع مش الرباعي خط الضهري بس هي المنظومة ككل بتدافع بتدافع ازاي انت دلوقتي حراك بتشوف حسين الشحات بيرتد ازاي مع محمد هاني بتشوف بيرس تاو بيرتد ازاي يعني مع معلول محمد حسين الشحات مع معلول وبيرس تاو مع محمد هاني بتشوف ازاي الثبات الانفعالة اللي فيه النادي الأهلي للفترة الأخيرة الهدوء السقة اللي بقت ما بين اللاعبين والجماهير والجهاز الفني سقة المكسب اللي بقت عند النادي الأهلي المكسب بيجيب مكسب زي ما أنا قلت حراك قبل ما نخش يعني هي الفترة بتاعة الجيل الزهب النادي الأهلي ده الإحساس والسكة اللي موجودة الوقت عند الجماهير وعند اللعبين برح النادي الأهلي مثلا بيكسب سيراميكا بكل هدوء حتى الناس ما كانش يعجبها الأداء بشكل كبير لكن كله بتفرج النادي الأهلي يكسب في أي وقت النادي الأهلي ضاغط فرقة سيراميكا مستحوذ الثلاثي خط الوسط إزاي وراء الثلاثي المقدمة عمل بوش بشكل كويس جدا ليهم وتواجد في الأماكن الحيوية داخل الملعب الله الرغم من أن كابتن حلمي طولان يعني كان بيدافع بكل الهجوم كان بيدافع بالزبط هو كان سيناريو مصغر لمباراة الوداد والنادي الأهلي تعامل معها ما أعتقدش أنه ده حيعمل كده قدام الأهلي ما أعتقدش تماما يعني أنه حيدافع بالحضاشر لعيب بس أقوله حراك حاجة برضو مبارح كان في بعض الهفوات النادي الأهلي لازم الهجمات المرتدة طبعا وده شيء طبيعي جدا وشيء ما يعيبش الوداد لما يجي يشتغل عليه لأن الوداد عارف الضغط الجماهيري اللي هيكون موجود عارف الشراسة اللي هيكون عند النادي الأهلي لأن النادي الأهلي مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية مهمة جدا عدم استقبال أي هدف في القاهرة النادي الأهلي بيوصل لجوم شكل كبير جدا النادي الأهلي بقى بيوصل للمرمى بغزارة لكن مسلسل إهدار الفرص ده مش مقبول يوم المباراة النهائية يوم الحد مش مقبول بشكل كبير جدا لأن دي مباراة أنصف الفرص لازم اللعيبة يكون في كمة تركزة وحتى أنا عجبني التصريح اللي هو قاله اللي هو كانش راضي عن الأداء مبارح ولو حصل الكلام ده في نهاية أفريقيا مش هناخد البعض استغرب التصريح ده علشان هو كان ليه تصريح يعني من كذا شهر عن أنه هو بيهاجم فيه المهاجمين بتوع نادي الأهلي بيقولها ما عنديش مهاجمين ويهي ناس طرعت انتقدته الإدارة دارة نادي الأهلي قالت له يعني المفروض أنه احنا مش بنتعامل ده في المؤتمرات الصحفية قدام الناس بنعيب في اللعيبة بتوعنا وهو طول الفترة اللي فاتت ده ما كانش بعمل ده مبارح في المؤتمر الصحفي لما لقناه بيرجع تاني ينتقد أداء اللعيبة بتاعته بينتقد أداء عدم التسجيل من أصف الفرص بينتقد الأداء بتاع اللعيبة بينتقد عدم الالتزام بالدفاع كان فيه هناك كان فيه على حد قول اندفاع فيه الهجوم وعدم الحفاظ على مراكز الدفاعية رأيك كيف أنه عاد تاني رجع تاني ينتقد أداء اللعيبة هو مبارح منطقة يعني عكس التصريح بتاع وخلي بالك تصريح بتاع المهاجمين جيب بشكل إيجابي يعني احنا مثلا جمهور مش مع كلهم يعني عندنا شادي حسين أنا شادي خلا يعني أنا كنت مرحب جدا بالفكرة انتقال شادي وشادي من المهاجمين المميزين جدا جدا ممكن يكون فيه تأثير عن شادي ممكن يكون فيه تأثير عن شادي بس لازم ياخد فرصة الفرصة عنده لسه يعني بعد مبارات أفريقيا أعتقد شادي يبقى عنده مساحة كبيرة جدا في الدور المصري اللي هو يقدر يثبت يعني عايزة أقوله رجحة أكتر لعب انتقاد في النادي الأهل لفترة الأخيرة كان حسين الشحات صح؟ حسين الشحات ما ردش على سوشي لا هنتكلم على لعيب مصري عشان العقلية شوية حسين الشحات ما ردش على سوشيال ميديا حسين ما كتبش تويتا ما كتبش بوستا على الفيسبوك لا حسين رد في الملعب صحيح ده دور لعيب الكورة لعيب الكورة دوره اللي هو يرد في الملعب من أدائك دلوقتي اللي كان بينطقت حسين هو أول واحد بيشهد بحسين دلوقتي هو داعم لحسين هو اللي بظهر ليه؟ لأن حسين سكت حسين عارف اللي هو كان مأثر لكن دلوقتي من أهم أو أهم لعب في النادي الأهلي أو في المنظومة الهجومية النادي الأهلي هو حسين الشحات صحيح فلازم اللعيب يعرف الموديل الفني مش عايز يعني مش عايز يخسر عايز يكسر عايز يشوف أفضل اللي يبع عنده زي تصريح أيمن أشرف مبارح ممكن الناس تنتقدوا في التصريح برضو لكن أنا بشوف دا احترافية هو مدير فني شايف إن تصنيف أيمن أشرف بالنسبة له هيطبق له إيه؟ لا هو رقم أربعة أو رقم خمسة من حيث التطبيق دي في النواة الدفاعية دا ما يعني عشان الكلام كتير فهو يعني خلاص ريح للناس كلها وطلع التصريح من جواه وتصريح أنا بشوفه في احترافية كبيرة جدا في وسائل الإعلام بس هو تصريح مقترم جدا من الراجل عارفه وعايزي نفس الكلام لشادي أنا بتمنى لشادي يركز أكتر يشتغل على نفسه في التامرين أكتر عشان التوفيق التوفيق دا مهم جدا لمهاجم عشان لما يجي يلعب التوفيق يجي له حتى وهو مش ممكن ما يكونش كويس في الملعب لكن هللاقي الكرة هتمشي معه وطاعة لازم يكون من اجتهده في التامرين وتعبه حمد شريف الناس بتهاجم اعتقد من ثالثي شادي حسين يعني هو من الناس اللي هي مركزة جدا في التامرين اتمنى اتمنى انا بنشوف وشوفناه في سراميكا كربعة تركيان الراجل الهدف التاريخي لسراميكا وانا متابقه من أيام الممتاز به كمان انا متابقه من أيام الممتاز به من أهم العناصر اللي أنا كنت بشوفها في فرقة سراميكا ويقدر يستحق اللي هو يرتدي تشيرت النادي الأهلي اتمنى لسه الفرصة قدامه يعني الفرصة ما خلصتش لا الفرصة قدامه يقنع أي حد الجمهور وميستر كولر ومجلس النادي الأهلي يقنع الجميع في خلال الفترة اللي جاية محمد شريف الناس بتنتقدوا الفترة الأخيرة محمد شريف تسع هدف في الدورة الممتاز أداء مبارح نزل حتى ليه شكلي في التحر لا هجوم النادي الأهلي لا يقدي الفترة اللي جاية لكن لازم التركيز في أنصف الفرص مهاجمته بقال للعبين هو بيوصل للعب رسالة من خلال وسائل الإعلام أنه لا أنا مش راضي عن الأداء لازم نركز احنا ما عملناش حاجة ما برضو خدت بقالك النادي الأهلي ما عملش أي حاجة لازم النادي الأهلي لسه ممكن لقدر الله خصارة نهاية أفرق تضيع كل التعب وكل الفترة اللي النادي الأهلي بيشتغل عليها يمكن الدوري ممتاز حسن للنادي الأهلي كاس السوبر خدت كاس السوبر خدت كاس مصر فالنادي الأهلي ماشي بخطة سابتة للموسم ده لكن الأهم واللي هينجح الموسم كولر وهيرجح موسم اللاعبين دي كلها وهيبروز المجهود ده كله هي بطورة أفرق النادي الأهلي بعد ما كان نقبأ وقلصينا وقعدنا من الخروج منها بيرجع بشكل كويس هو ما بيرجعش وخلاص بيرجع بأداء ونتيجة مع الرجاء بيرجع بأداء ونتيجة والنتيجة كبيرة قدام التراجي مهما كان الأسامة دي يعني ممكن يكون الأداء داخل الأرضية الملعب مش مقنع للتراجي أو الرجاء بس في نفس الوقت لو خرج الناس كنت هتحدعله مشان اللاعبين وهتنتقد اللاعبين بشكل كبير جدا وهتنتقد مستركولر لكن هو بيتجوز عقبتين مهمين جدا الرجاء والتراجي بعد ما كانت عقدة شمال أفريقيا للأنديا المصري لا للوقت نادي الأهلي بقى هو على عقدة لأنديا شمال أفريقيا فلا التطويق ببطوط أفريقيا والتركيز حتى حالك قلت النادي الأهلي هيخش مؤسكر مبكرا 20 ساعة فواضح التركيز هو مش عايز يفرد في الفرصة الفرصة والحسم ممكن يكون من قاهرة لأن النادي الأهلي زي ما قلت لك هيكون عنده دعم جمهير كبير جدا واتمنى الساعة جمهيرية تزيد في ناس بيقول إن الدعم الجمهيري ده ممكن يقلب بشكل عكسي على اللاعبة النادي الأهلي إنها عايزة تستعجل إنها تحسن تخلص المطش من المباراة الزهاب ده هيقدي إن فيه استعجال فيه الفينيشنج بتاع الهجمة فيه الهجمة ممكن لا قدر الله ما نطلعش بالنتيجة إحنا عايزين ما تصورنا ما انقلبش يعني بالعكس يمكن هو ساعد النادي الأهلي في مباراة الهلال الدعم الجمهيري الكبير كان الجمهور النادي الأهلي كان محتاج جمهيره فلاق جمهيره في ظهره فقدر يتجاوز مهنة الهلال في مباراة الرجاء نفس الكلام في مباراة الترجي بيلاقي جمهيره في ظهره لأ الجمهير المدرج مختلفة جمهير المدرج بتقدر تجيب مطشاته بطولات نادي الزمالك المسلم اللي فات الجمهور يعني لما كان في ظهره بشكل كبير جدا وبتواجد لحد دلوقتي متواجد لكن لما كان بتواجد بكسافة قدر يجيب له مطشات صعبة جدا فنفس الكلام جمهور النادي الأهلي جمهور كبير جمهور بيقدر يجيب مطشات صعبة جدا فعمره ما كان عائق للبطولات أو لدود في فرقة نادي الأهلي لا بالعكس لهو بيكون الأكبر دافع للعائبة نادي الأهلي لأنها ما تروحش الجمهور دي زعلانة لأن جمهور نادي الأهلي دايما هو اللعب رقم واحد والمساند رقم واحد للعائبة نادي الأهلي عندنا امبارح كان الأخبار بانتقالات يعني تقريبا في لعبة نص نادي الأهلي أليو ديانج وحمدي فتحي والسولية ما بين إعارة سنة ما بين رغبة في الاحتراف وما بين احتراف بشكل يعني نقول أكتر من نسبة أكتر من 90% خاصة أليو ديانج شايف خط الوسط نادي الأهلي الموسم اللي جاي محتاج تدعمات إيه ما هو طبيعي وده الفرق بين نادي الأهلي نادي الزمالك لما بيع إمام عشور بين الدورين ما دعامش بشكل كويس فحصل خلل في المنظومة في وسط المرعب بشكل كبير جدا حسنا بقيمة إمام عشور فنفس الوقت في نادي الأهلي لما تماشي لعيب بقيمة ديانج أو بقيمة حمد فاتحي لازم يكون في بديل قوي على نفس المستوى سواء محتر أجنبي ولا مصري أنا قريت وعرفت يعني في تفكير في محمد علي بالرمضان بتاع التراجي التونسي لعيب مميز في وسط المرعب هيقدر يسد وهيقدر معلش اسمه إيه تاني؟ محمد علي بالرمضان اللعب وسط التراجي التونسي العيب مميز ده ده إيه دي معلومة ولا بيقولك فيه كلام لا أنا أقول لك حاجة يمكن هو مباراة التراجي كان موجود يعني أنا عرفت من بعض إن فيه فيه شبه يعني عقده بيخلص وفيه كلام مفتوح شوية مع نادي الأهلي فيه كلام فممكن يكون موجود في نادي الأهلي لأن لما النادي الأهلي بيفكر دايما في بلان بي لما أنت تمشي دلوقتي ديانج لازم تجيب بديل لازم تجيب بديل قوي محليا محمد رضا بوبو هتمشي حمدي فتح يبقى هتجيب بوبو فيه الكندوسي موجود كمان خلي بالك الكندوسي لما هياخد لأ هيقدي بشكل كويس لما مباراة كتيرة وهو لما بياخد مباراة بيقدي بشكل كويس جدا فأنت لازم عشان تمشي حمدي فتح أو أليو ديانج لازم تجيب لعيبة على نفس المستوى هتقدي نفس الدور عشان ما يحصلش خلل في المنظومة بتاعتك دايما كده المركز المهاجم الصريح لابد المركز المهاجم والظاهر لأيسر يعني نادي الأهلي لازم بديل علي معلول بشكل سريع جدا لازم مهاجم كمان مهاجم صندوق قوي مهاجم أفريقي قوي لأن نادي الأهلي محمد شريف نوعية مختلفة كهرباء راجب توظف الفترة الأخيرة مهاجم عشان عنده زكاء وعنده تعاون مع المرمى بشكل مميز لكن هو في الأصل مش مهاجم لكن نادي الأهلي محتاج مهاجم صندوق مواصفات معينة مهاجم الأنصف الفرص حمد شريف في المساحات بتلاقي انطلاقات بتلاقي تحركات مميزة جدا بيقدر يعمل خلخلة بيتحرك وراء خاط الظهر المنافس بشكل مميز جدا فبيساعدك لكن فيه أوقات تبقى محتاج مهاجم الكرة العرضية يكون متواجد بشكل برجو الثامنة عشر فناندي الأهلي محتاج مهاجم قوي جدا لأن النادي الأهلي ما بينفسه على الدوري بس نادي الأهلي يعينه على بطولة السوبر الأفريكي المسلم اللي جاي بطولة السوبر المصري كاس مصري عنده بطولات كتيرة بينفس عليها كاس العالم كاس العالم اللي عندها إن شاء الله بإذن الله فالنادي الأهلي داخل على بطولات كتيرة فالفرقة الكبيرة لازم يكون عندها سقوات قوي جدا اللي على الدكة يكون في حلول كتيرة فلازم النادي الأهلي ده عبو مهاجم قوي لازم بديل لعلي معلول لأن دي المشكلة الكبيرة اللي بتواجه النادي الأهل في فترة اللي جاي في حال وجود مهاجم قوي في كراس حربة في النادي الأهلي دور بقى كهرباء سعيدة حي لعب على مين لو رجع تاني لكي جناح زي ما قولوا حاليك دلوقتي هي إمكانيات واللي هي توفيقة بديل ويبقى عندك البداء الكويس أما أنت عندك أحمد عبدالقادر بيقدي كويس لكن هو بديلوقتي عشان حسين الشحات هو اللي واخده ورجله في الملعب وبيقدي بشكل كويس فأحمد عبدالقادر ليه دور طاهر بيبعت شوية وطاهر هو اللي بيقدي برضه بأداءه داخل الملعب هو اللي يرجع نفسه تاني مع أننا شوفنا فترة كان طاهر كان فايق في الملعب بالظبط طاهر وكان الراجل بيعتمد عليه بشكل كويس جدا مانتظر بيطور حاجة مفيش حد عايزي مدارب عايزي بقى وحش عايزي يخلي شكله وحش أحمد عبدالقادر لما كان كويس وحصل اللي حصلت المشكلة أو البسيطة والراجل حافظ عليه ولعبه وداله فرصة واثنين لقى الكيرف بتاعه بيقل شوية فلاقى حسين كيرف هو اللي طالع وبيشتغل كويس فخلاص حسين اللي خد وأحمد عبدالقادر قعد دي سنة الحياة في الكورة هي دي الكورة إن اللي شغال وهو اللي بيقدي بشكل كويس وهو اللي عايز وعنده الرغبة أكتر هو اللي بياخد والتاني بيستنى دوره لعشان لما تجله الفرصة يستغلها بشكل موايز جدا أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن إهاب المصر بشكرك شكرا جزيلا يا جماعة احنا هستم كاملين معكم بتخلون نروح فاصل ونرجع لكم تاني مع خالد علي وإسلام محمد النقلين الرياضيين نرجع لكم تاني يعني لا صوت يعلو فوق صوت المعركة الأهلي والوداد بينضمننا أستاذ خالد علي يا صباح الخيرات يا مساء الفل عليك وعلى كل الناس أستاذ إسلام محمد يا صباح الخيرات منور ومشرف منور وسعيد أن أنا موجود مع حضرتك النهاردة الله يخليك أنا أتشرف بيكم والله طيب إحنا عايزين نتكلم على كواليس الأهلي والوداد وأكيد عندكم كواليس كتيرة بس عايزين برضو يعني نعرف رأيكم في أداء زمالك النهاردة فيه يعني اختلف الأقوال في الموضوع هناك ناس يقول لله يعني هو بداية لأداء في تحسن في الأداء زي ما سمعنا في المؤتمر للصحفي لأخوان كارلس أسوريو المدير الفن نادي الزمان الجيول أنه يعني اللعبة بدأت أن هي تستوعي بطريقة اللعبة بتاعه فيه ناس على النقيب بتقول لا والله هو كان يعني منضوع من سيء إلى أسوأ لو لعب قدام فريق أقوى من كده شوية كما نحن نلاقي أداء ونتيجة مغيرين صحيح رأيكم في الحقيقة يعني سوريو هو الراجل برر أصلا سوء الأداء في الفترة اللي فاتت فيه جلسته مع المسؤولين في نادي الزمالك أنه عنده نواقص كتير في الفرقة ما عندهش يعني تيم كامل يقدر أن هو يشتغل عليه يعني شايفين بقاله أكتر من ماتش عنده نواقص كتير في خط الدفاع بعد أصابة محمود حمد الوينش بقى الرباط السليبي كان ناوي يلعب شبانة شبانة قبل المباراة قال أنه عنده شد مش هيقدر يلعب محمد عبدالغاني وغيابه يوم السبت فبرضه استبعده من المباراة وبالطبع أنه زي ما احنا شايفينه بيغير شوية في الدفاع ممكن تكون الناس مش راضية شوية عن الطرق والتيكتيك اللي بيلعب به سوريو ممكن يبقى غريب شوية أن فتوح في طول ما الهجمة على الزمالك بيلعب أربعة الهجمة لصالح نادي الزمالك بيزيد بيلعب دابل سيكس مع دونجا فحاجة غريبة شوية على الفرقة لكن بتصور أن الأداء بتاع الزمالك النهاردة في مباراة طلاع الجيش ليس هو نادي الزمالك حتى الآن النتيجة حلوة ومؤثرة كمان للزمالك في صراعه الكبير وحربه الدروس اللي بياخدها في الدورة دلوقتي عشان يحجز مقعد في دورة أبطال إفريقيا للموسم الجديد النتيجة في صالح وسوريو ولكن الأداء حتى الآن لا يرضي عشاق نادي الزمالك ولا جماهير نادي الزمالك خاصة أن الزمالك حتى الدقيقة 80 بعيد جدا عن المباراة هو وكذلك أيضا نادي طلاع الجيش بعد دقيقة 80 أحرز هدفين فلما نيجي هنحلل أو هنقيم مش هنقيم على العشر دقايق اللي الزمالك قدر يسجل فيهم هدفين الزمالك لسه محتاج شغل كتير عنده نواقص عنده مشاكل عنده حاجات كتير لكن بتصور أن أسوريو محتاج يتعب أكتر وأكتر 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 لشان خاطر أداء نادي الزمالك ونتائجه تتحسن بشكل أكبر وملحوظ ويرضي عشاقه في الفترة بخدمه حلو قوي حرب ضروس دي صحيح تراك إيه إسلام على منضوع فرص نادي الزمالك لأنه هو إحنا عندنا بيرامدز التاني بيرامدز فيوتشر التالت فرص نادي الزمالك لأنه هو يبقى التاني على بيرامدز فيوتشر بص لو جيت ساعة تانية أستاذ رجائية هقولك أن الزمالك أو عشاء نادي الزمالك أو جماهيره حاليا في الوقت اللي إحنا بنتكلم في دي مش مهم عنده أبدا الأداء قد ما المهم عنده النتائج الفترة دي تحديدا الزمالك بيسعى أنه هو يخش مركز تاني عشان يلعب دور أبطال أفريقيا الفترة اللي جاية ولكن لو جينا تكلمنا عن التوقيت اللي جي فيه أصير له أعتقد من أصعب التوقيتات تحديدا اللي جي فيها مدير فني نادي الزمالك جاي فريق جاي على فريق بكل تأكيد بيفكت حاجات كتير أو منها النتائج الفترة اللي فاتت ما كانتش جاية داخل نادي الزمالك بيفكت كمان العنصر المهم جدا وهي الروح يعني إحنا في نادي الزمالك الحقيقة الفترة اللي فاتت مش شايفين روح داخل الفريق مش شايفين قائد حقيقي داخل الفريق يقدر أنه هو يوجه اللاعبين اللي جاية كمان الصفاقات اللي جات الفترة اللي فاتت أعتقد أن الزمالك بيمر فترة صعبة جدا الفترة الحالية طبعا لا ترضي جمهور نادي الزمالك زي ما خالد قال بكل تأكيد لو جيت سألتني أو سألت أي حد بيشجع نادي الزمالك خدت الفترة اللي فاتت تحديدا من لحظة مأسور يوجي لنادي الزمالك هيقول لك لاشيء الراجل المصمم أنه هو يلعب بتاكتك معين وأكد كمان عليه النهاردة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أنه هو مصمم أنه هو يلعب بنفس التاكتك ده الراجل في ناس اتكلمت معاه ولكن هو مش متقبل أنه هو يغير من الفنيات بتاعته أو التاكتك أو الخطة اللي هو بيلعب بيها وأعتقد هي خطة بالنسبة لك وده حقه يعني منكم ده حقه أكيد بص يا صدر جايه هو حقه الراجل اللي تم التعقد عليه معاه قصدي علشان يطبق الرؤية بتاعته فهو يترك الأمر ليه كاملا علشان يطبق التوجه بتاعه هي الجزية بس اللي أنا بتكلم فيها دي أنه ما ينفعش أنه هو يطبقها في التوقيت ده خاصة أنه أنت جاي على فريق تقريبا في منتصف الموسم أنت مش جاي من أول الموسم فريق بيسعى أنه هو يحقق نتائج إيجابية عشان يخومش بعد الناجي الأهلي عشان يلعب دور أفطال أفريقيا فكان كل هم جمهور ناجي الزمالك الفترة اللي فاتت أنه هو النتائج أهم حاجة يكسب يلعب بالخطة اللي الزمالك كان بيلعب بها ولكن أعتقد أن كل مدير فني زي ما حضراتك قلت حق أصيلي أنه هو يلعب بالتاكتك اللي هو شايفه مريح ليه ولكن هو يأخذ عليه اللي جمهور الزمالك بقى بيقولوه في الشارع الزمالكوي أنه ما كانش ينفع في التوقيت ده أنه هو يغير من شكل أو هيئة التاكتك داخل ناجي الزمالك أو الخطة بصفة عامة بيلعب بخطة غريبة جدا تلاتة 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 واحد وأعتقد دي خطة مش مناسبة كمان للكرة المصرية أو للشارع الكاروي المصري أو جمهور الزمالك بصفة عامة مين أبرز الفرق على مسؤول العالم تلعب بالتاكتك ده؟ بص هو بيطبق نفس الفكر اللي جوارديولا بيعمله مع المان سيتي أو القريب منه ولكن أعتقد يعني فيه فوارق كبيرة أو ما ينفعش أن نحن نقيم اللعب المصري مع احترامي ليه باللعب الأوروبي أو ما ينفعش أن نحن نقيم جوارديولا مع احترامي لأوسيريو فأعتقد الموضوع صعب جدا أتمنى أنه يتدارك الموقف سريعا معه جهاز مصري موجود الكابتن ماتحة عبدالهادي موجود الكابتن أحمد مجدي موجود كمان حتى محمد عبد المنصف في حرص المرمى فأعتقد أنه لازم الفترة اللي جاية جمهورنا دي الزمالك يدعم فريقه لازم يدعم مديره الفني وأعتقد أنه هي فترة مهمة جدا فترة انتقالية جمهورنا دي الزمالك خلاص الدوري تقريبا شب ابتعد عن القلعة البيضاء واقترب من القلعة الحمراء فكل الدعم طبعا من جمهورنا دي الزمالك لأوسيريو أكد الفترة اللي جاي عظيم جدا خلونا ننتقل بقى بالحديث عن النادي الأهلي وخليني نلعب لعبك عايزين كل حد فيكم يكتب لنا التشكيل المتوقع للنادي الأهلي نبدأ بيكي الشناي محمد الشنايو طبع الشنايو حتى الآن 50-50 مين 50-50 محمد الشناوي لأ إحنا عندنا يعني تصريح إنه هو خلاص بدأ أصلا النهاردة خد النهاردة خفيف كده يعني 3-4 دقايق لكنه هو الفترة اللي فاتت خد حقنتين اتنين بلازمة بلازمة صحيح بالزبط ولو الدنيا مش مظبوطة معي يخد حقنا تالت وعلى حسب مع الحقنا التالت هيلحق يلعب ولا لا خد بالك إن غياب الشناوي هيب أكثر تأثيرا على النادي الأهلي من غياب حمد فتحي لأن الشناوي البديل بتاعه مش على نفس الكفاء لكن في نص الملعب لو هنتكلم في حالة غياب عمد فتحي في أليو ديانج في عمر السلية في مروان عطي فلو راجل لو هي لعب تلاتة في نص الملعب لو مش عايز يعني طب إحنا خلاص ممكن على فكرة نبطة اللي لعبة دي بجد والله نقول الشناوي عشان نطمن جمهور الأهلي نقول الشناوي إن شاء الله جماعة محمد الشناوي الشناوي وحط بقى بقية التشكيل اللي لعب المباراة الأخيرة مباراة سيراميكا كليوباترا طيب تمام لأنه هو تقريبا الراجل لعب الفول تيم ماتش سيراميكا كليوباترا اللي هيلعب بيه ماتش الوداء مين اللي هلعب جنب محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم متولي 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 وهاني وعلي معلول يمين وشمال هاني علي معلول يمين وشمال أربعة تلاتة تلاتة هيبقى مروان والسلية وديانج والثلاث الهجومي اللي هو يعني شايفه أكبر توليفة اللي هي فيها انتاجية بشكل كبير مع مارسيل كولر حسين الشحاية وبرستاو ومحمود عبد المنعم كهرباء ويه كهرباء ويه حسين الشحاية طب أنا ممكن أسأل سؤال بعد إذنك طبعا ليه السلية ليه مش حمدي فتح ولا عشان الإصابة حمدي لسه بس هو ده أخف حد في الأصابات برضو أنا فكرة أنت متحمل عنادي الأهلي لا خالص والله خالص هل حمدي نزل تمرينة النهاردة خفيف برضو لا النهاردة هو الوحيد اللي نزل تمرينة كاملة خفيف خفيف قبلك أنت بتتعامل ملف الإصابات ده ملف خطير جدا وصعب جدا يعني أنت ممكن تضحي يعني لو مثلا الشناه مش جايز مياه في المي ولعبته ماتش الزهاب جيت ماتش العودة ملقتوش أيهم أخف وطأة على الأهل وعلى مرسل كولر يلعب الشناهو ماتش الزهاب ولا ماتش لياب طيب في حال لا قدر الله لا قدر الله تاني لا قدر الله محمد الشنامش موجود مين علي لطفي ولا مصطفى شبير أنا بصراحة مش حاسس حد غير الشناهو في الفاينال أفراد أيو أيو المتكلم يعني ما انت بدأت برضو بداية خطتنا كلنا يعني لا أعتقد علي ممكن يلعب علي لطفي علي ممكن يلعب على مصطفى شبير آه طبعا عشانا عامل الخبرة كمان في مصلحة علي لطفي مصطفى لسه صغير مع أننا شفنا مردود أداء الله أكبر إن شاء الله يعني أنا بقول مصطفى شبير أمل مصر في حراسة المرمى أمل مصر مش الأهل حارس مرمى مميز جدا وحارس مرمى واعد عنده إمكانيات وعنده شخصية بالزبط عنده شخصية يكون في حراس مرمى آه الفنيات بتاعته كويسة آه المرضود بتاعه كويسة أما الشخصية ديا دي حاجة عنده شخصية داخل وخارج الملعب كمان بالمناسبة آه فيه لعبة كتير إمكانياتها عالية جدا لكنها لما بتيجي للنادي الأهلي ما بتنجحش عشان خاطر شخصية النادي الأهلي ممم ما بيش أي لعيب موجود في مصر عنده شخصية النادي الأهلي مصطفى شبير فيه الحتة دي ساعده فيها بشكل كبير جدا طبعا هو متصعب بقاله فترة فاكتسب شخصية بشكل كبير أعتقد طبعا والده كمان الكابتن أحمد شبير لعب دور كمان أنه هو يسئي شخصية النادي الأهلي ويقوله تعمل في دي الصح دي الغلط دي الصح دي الغلط ولكن مش عاوزين نتكلم عن مصطفى شبير بالشكل المبالغ فيه لسه أكيد مصطفى محتاج محتاج لسه حاجات محتاج تطوير محتاج حاجات تانية كتير قدامه المشوار كبير جدا والده الكابتن أحمد شبير أيوب الكرة المصرية أعتقد شبير عنده القدرة وعنده القابلية أنه هو يسبر ويسبر كمان في النادي الأهلي حتى لو لم يكن الحارس رقم واحد لكن سيأتي عليه الدور سيأتي عليه الدور أن يكون الحارس رقم واحد ولكن عندما يأتي هذا الموعد يجب أن يكون كفا بنسبة 100% طيب السولية ليه قلت السولية ومن شو حمد يفتح علشان حتة الإصابة مش وصل يا جماعة يبقى نقلا عن الأساس خالد علي التشكيل المطاقة محمد الشناوي ولو لا قدر الله شناويش موجود مع أنا علي لطفي بعد كده خط الدفاع محمد عبد المنعم متولي علمينه على الشمال هاني وعلي معلول خط الوسط مروان ديانج السولية خط الهجوم كهرباء علمينه وشماله تاوي وحسين الشاحات نظبط اسلام يا رب يكون الأمل عندك بص برقة أمل بقى كده طبعا بص أقولك على حاجة أستاذ رجاء من خلال معلوماتي أنا إن محمد الشناوي جاهز 100% شكرا 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 بس قبل ما خش على محمد الشناوي ده بس خلاص شكرا عندي بس عندي حتة بسيطة جدا على مصطفى شبير لأن الحياة مصطفى الفترة اللي فاتت قعد يا مصطفى بيقعد إلعب يا مصطفى حاجة بتلاقيه دايما جاهز مصطفى عمل حاجة مهمة جدا وهي التوازن اللي إحنا ما كناش بنشوفه الفترات اللي فاتت مصطفى لغى فكرة أبناء العاملين تماما أو لغى فكرة أن الأسماء المرتبطة بأولياء أمورها الحقيقة كان دايما في نغمة بتتردد الفترات اللي فاتت خلي بالك مصطفى من نوعية الحراس في لعيبة كده لو قعدت دكة وجيت نزلتها الملعب تاني يوم هتجيك المئة في المئة بتاعتها حقا مصطفى من النوعيات اللعبة دي لازم نفصل ما بين اسمه مصطفى شبير مع احترامي طبعا للكابتن أحمد شبير اللي ليه كل التأجير مننا ولازم نأكد أنه هو حارس موهوب وكلما يعني عارف أنت حراس المرمى عندنا مشكلة هنا حقيقية في مصر المواهب قليلة جدا فإنك أنت تلاقي حارس وموهوب أعتقد لازم لازم تدعمه لازم تكون في ظهره مصطفى من نوعية الحراس دي اللي هي ما بتشغلش دماغها يعني بخارج الخطوط أو الناس بتقول إيه مصطفى مركز في الملعب دي الحقيقة لازم لازم حاجة كنا نقولها لأن مصطفى الفترات اللي فاتت بيقدي بشكل مميز جدا وقت ما بيتطلب منه كلر بيلعبه ما فيش أي مشكلة علي مش موجود مصطفى موجود وفيه كمان حارس كمان الناس مشواخدة بالها منه هو مخلوف أيضا الحارس الرابع المتواجد مع الناجي الأهلي عايز أقولك أن ميشيل ينكون في حتة حراس المرمى شغال مع الأربع حراس الحقيقة حاجة مميزة جدا ما تحسش أنه هو راجل أجنبي لأ تحس أنه هو متربي داخل الناجي هو معلته كلها يعني أهلوية أكتر من الهويتس الله أنا أخشى على مصطفى شغير بعد كلام إسلام إيه ده؟ طيب فأقل من ديها بقى التشكيل التشكيل بص أنا زي ما أكدت لك محمد الشناو جاهز بنسبة 100% ده من خلال المعلومة اللي جات لي النهاردة تحديدا من المران محمد هاني طبعا نحية اليمين علي معلول نحية الشمال في حاجة بس كولر بيلعب عليها وهي حتة قلباي الدفاع يعني خاصة في المباراة اللي هي بتبقى محتاجة روح كبيرة وبتبقى محتاجة ضغوطات كبيرة أحيانا بالله يا كولر بيبدأ بياثر إبراهيم على حساب محمود متولي وده شفناه في لقاء الرجاء المغربي هناك وخاصة كمان في اللقاءات اللي هي بتكون عارف انت اللي هي الدرب المغاربة دي اللي هي الأهل والرجاء الأهل والوداد الأهل والترجي المباراة دي بتبقى محتاجة روح كبيرة جدا فأعتقد أنه ممكن يبدأ بياثر إبراهيم بجانب عادي متولي شوية بنسبة كبيرة متولي لعب كورة على مستعلي جدا بيقدر أنه يطلع بالكورة من تحت بشكل جيد ولكن المباراة دي بتبقى حساسة بشكل كبير بتبقى محتاجة روح أكتر من أنه محتاجة لعب هادئ أكتر فهي دي الحتة بس اللي مختلف فيها مع خالد اللي هو محمد عبد المنعم في قلب الدفاع وجنبه ياسر إبراهيم التلاتة طبعا اللي هيكونوا في وسط الملعب بنسبة كبيرة يعني عندك مراهة نعطية حمدي فتحي لو جاهز مية في المية ومن خلال معلوماتي أنه هو جاهز واتمرنا النهاردة تمرين كامل وظهر كمان بشكل مميز جدا فأعتقد حمدي فتحي ومروان عطية وقال يو جانج أعتقد أن الراجل ممكن يرايح السلية يخليه في الشوت التاني التلاتة اللي قدام بقى بص يعني احنا بقلنا كتير قوي ما شفناش النسخة الأصلية من بيرس تاو النسخة الأصلية دي طلعت مع مرسل كولر الحقيقة اللي ما كانش قادر يطلعها منه مسيمان الفترة اللي فاتت فأعتقد هيبقى بيرس تاو عنده خسين الشحات ناحية الشمال محمود كهربع هو راس الحرب الأساسي أمام الوداد المغرب طيب يبقى نقلا يا جماعة عن سيد إسلام محمد التشكيل المطاقة لمطشق الزهاب نادي الأهلي وقال وداد محمد الشناوي بإذن الله يعني ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم قلبة يدفاع عن منهم وعن شمالهم هاني وعلي معلول خط الوسط مروان عطية وحمد فتحي وقاليو ديانج والهجوم كهرباء وبيلمينو على شمال وبرسيتا وحسين الشحات طيب إحنا قبل ما يعني حنروح فاصل وبعض الفاصل حنتكلم عن لو التغييرات بقى التغييرات للتشكيل لدينا حتبقى إيه خلينا جماعة نروح فاصل ونرجع لكم تاقي ربعا عزيزي لكم كان فيه خنائة والرجال كانت بتقطع في دون بعض خالد وإسلام على حينزل متولي ولا حينزل يسر إبراهيم في المطش الإياب فالحمد الله يعني على أي تحيان هنشوف هنشوف هينزل مين متولي ولا يسر طيب كنت عايز تتكلم على أيمن أشرف صحيح وانطباعك على تصريح مرسل كولر على أيمن أشرف بص دايما كنت بقول حاجة الفترة اللي فاتت كنت بقول ما تخافش على أهل في ظل تواجد مرسل كولر الحقيقة كان دايما بيطلع بتصريحات عبقرية عارف أنت اللي هو دايما بيحمي اللعيبة بتاعته سواء لاعب بيشارك سواء لاعب ما بيشاركش هو دايما عارف أنت اللي هو صبورت للعيبة بتاعته هو تقريبا زي ما بنقول كده هو اللي في الشوم وهم يأتوا من خلفه ولكن الحقيقة خانوا طبعا التعبير في التصريحات في جزء من بعض أو بعض من التصريحات اللي هو قلة في المؤتمر الصحفي لما يطلع يقول أني أيمن أشرب بالنسبة لي هو اللاعب رقم خمسة في خطة فعال نادي الأهلي أعتقد ما كانش ينفع على الإطلاق أنه هو يصرح تصريح زي ده في التوقيت ده على الأقل نفسيا يعني وحطها بين قوسين كده لأن الراجل دايما أنا على المستوى الشخص الصدراجوي كنت بشيت به في حتة التعامل النفسي مع اللاعبين سواء لاعب بيشارك أو لاعب ما بيشاركش التعامل النفسي هو اللي بيجي انطباع لللاعب أن أنت وقتا ما تحتاجه أتلاقيه ما أنت ممكن لقدر الله لقدر الله ودوارد جدا في كرة القدم أن أنت تحتاج لأيمن في أي وقت من توقيتات أنت عندك بطولات كتير بتشارك فيها فما كانش ينفع على الإطلاق سأنا مش عارف أنا حاسس أن خالد أعج جنبك ومش عاكب والكلب اللي أنت بتتكلم ده حسوية مش عاكب عسل كولر لما يقول أيمن أشرف والمدافع رقم خمسة بالنسبة لي ده مش سر إحنا كلنا عارفين شايفين أيمن بره خالص فعارفين أن أيمن في آخر حسابات أنت مدير فني ما ينفعش خالد تطلع تقول طيب أنا أقول نفس التصريح إيه رأيك نتديله للفرصة بتاعته خلينا أقولك أن القصة برضو ما بين أيمن أشرف ومرسيل كولر مش فنية من الطبقة الأولى هو فيه شوية خلافات في الرأي كده وشوية مشاكل حصلت ما بين مرسيل كولر وآيمن أشرف منهم يعني حاجة حصلت كده من الأسبوعين واختلفوا مع بعض وكان فيه مشكلة تانية بعد يناير بعد يناير أنت مش عايزني فخلاص كنت سيبتين أطلع في يناير ما سيبتينش ليه فاتكلم بطريقة مش كويسة مع مرسيل كولر فخلاص خات جنب بقى مش موجود حصل برضو طاتش كده من أسبوعين وآيمن أشرف اتمرن لوحد خلينا أقول لك معلومة أن أيمن أشرف تعرض عليه أكثر من نادي أعتقد الحاجات دي بيتم يعني يستعبها يعني قدت اللبس في الأهلي مختلفة لو عملت لو صوتك بس علي ممكن بره الموسم بره خالص طب ما حصل مع سبيه خالد مع سبيه وكان فيه بره ما فيه فرق بن لعيب بيلطى في الدنيا وبيمشي نفسه عمدير الفاني وبيتمرن ولعيب تاني لا هو واخد وانوي أيمن عارف أنه كده كده بره الأهلي أيمن فتح مجال قدام العروض اللي قدامه أيمن دلوقتي هو رفض موضوع السموحة لأنه مش عاوز يروح إسكندرية عشان بيفكروا بموضوع والدته واخته واخته عليهم رحمة الله هو دلوقتي عاوز بره مفيش بره في عروض مفيش بره لا في عروض لأيمن بره لا حتى الآن بره لا بس فيه في مصر بيرامدز بيرامدز عاوز أيمن أشرف أيمن أشرف لاعب تاني في الأهلي غير أيمن أشرف مش عاوز أقول اسم دلوقتي عشان خاطر يعني الفرقة دخلة على فاينال أفريقيا فمش عاوزين كلامي مع نقلا عن السوز خلد علي والعهد على الراوي أيمن أشرف فيه مفاوضات ما بينه وبين بيرامدز تعرف المفاوضات وصلت لإيه بالزبط فيه كلام وأيمن مرحب ما عنده مشكلة لكن حاتت بره أولوياته بره يلعب بره في الخليج أو في أي حتة لو مش موجود قدامه أعتقد هو هيبقى بيرامدز هينفز الديل معهم وهيلعب في بيرامدز وزي ما قلت لك فيه لعيب تاني في الأهلي غير أيمن أشرف بيرامدز اتكلم معاه أول حرف من يسرف عشان ما ممكن يلعب في تشكيلة إسلام فمشرف في عكالك آه يعني هو من تشكيلة إسلام طيب فاللي من آه تشكيلة إسلام مش تشكيلة كنت صح يحبنا نتكلم على ياسر إبراهيم اللي أنتك كنت أеле ياسر عقد يقلص أمتى ومين ياسر عقد يقلص أمتى لأ بس المعلومة ياسر من ياسر إبراهيم ياسرنا نهاية ياسر إبراهيم يعقدو يقلص أرأب أنا مقولتش إنه يروح بيرامدز قلت فيه بيرامدز بيكلم لا أنا بأكد braking لأ جماعة تصريص آخر من يفسر خارد علي أنه في تواصل ما بين نادي بيرامدز وما بين ياسر إبراهيم لكن ياسر طبعا في المقام الأول أهلي لو موجود خلاص لدينا تمام والأهلي بالفعل عاوز ياسر وعاوز يكمل مع ياسر طب إسلام عشان احنا أعتقد فضلنا دي أونس عايزين نتكلم عن الميركات وأنا عارف أنت عندك كواليس نقولها حيطة صغيرة بس أقولها عن أيمن أشرف كلام ده من حسب معلوماتي أنا واللي جاي لي أن أيمن أشرف رفض على الإطلاق أي ناجي في مصر هنا حتى الزمالك عشان بس يبقى الكلام واضح أيمن أشرف قال مش ألعب في مصر غير للنادي الأهلي وكيله كان جايب له عرض رسمي من نادي الزمالك واتكلم معاه ولكن أيمن طالع مع وكيله واتكلم وقال إن أنا مش ألعب غير للنادي الأهلي هنا في مصر طيب معلش جماعة أنا حن في بس في حاجة مهمة جدا عايزين نقولها هنا أن خالد علي بيقول أن في تواصل ما بين البيرامدز وآيمن أشرف واحتمال آيمن أشرف في روح لنادي البيرامدز لو ما جالوش حاجة بره مصر لو إسلام هنا على النقيد بيقول أن آيمن أشرف مش هلعب لأي نادي وقال بالنص مش هلعب لنادي الزمالك تحديدا قال مش هلعب أنا واخد إذن من المخرج في ثواني قل لي الأسماء بتاعة اللعيبة اللي ممكن الأهلي يستقدمهم من الموسم اللي جاي نكتب أراك جاكسون موليكا رجع في الصورة بشكل كبير جدا جاكسون موليكا رجع في الصورة بشكل كبير جدا بعدما خلاص هو كابك أو صينة أو أدنى من الرحيل من النادي اللي متواجد فيه حاليا جاكسون موليكا النادي طالب فيه أربع مليون هو في تركيا هو في تركيا بشكل كتاش بشكل كتاش طالب فيه أربع مليون دولار الأهلي بيحاول يوصل بيحاول يوصل لرقم يرجل جميع الأطراف يعني نقدر المفاوضات متقدمة قريب جدا قريب جدا من النادي الأهلي بوبو تقريبا خلاص شبه الصفقة حسمت وعند دي معلومة مهمة جدا أن بوبو مؤقع رغبة للنادي الأهلي مش من الموسم الحالي من الموسم الماضي الأهلي بيفاضل ما بين عمر فايد مدافع المقولين ولكن من خلال معلوماتي أن نادي المقولين عايز يطلع عمر فايد برا على غرار محمد النني وعلى غرار محمد صراح بص أعتقد أني في حال رحيل حمدي فاتحي فيه لعب وسط مهم جدا 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 في قارة أفريقيا وليس في الدوري المحلي محمد علي بالرمضان من أهم أولويات الناجي الأهلي ومن أهداف الناجي الأهلي بيلعب في الدوري التونسي في الترجي طيب إحنا والله هم بيختم بيقولوا لعي يختم ففيه أي اسم آخر ولا بس كده تمام أنا بس عندي حاجة أخيرة مهاجم يانج أفريكانز على برضو على غرار النادي الأهلي في حال فشل صفقة موليكا طيب يا جماعة سريعا نقل عننا إسلام محمد عندنا جاكسون موليكا اللي بيلعب في باش شكتاش مفاوضات متقدمة مع النادي الأهلي مهاجم صريح محمد رضا بوبو الصفقة تم حسمها شبهة أوردي خلاص محمد علي بن رمضان التونسي أعتقد فيه برضو مفاوضات معاه أنا بشكرك شكرا جزيلا إسلام بشكرك شكرا جزيلا خيالي شكرا جزيلا بإذن الله يوم السبت يرجع لكم بقى إن شاء الله بإذن الله كريم رمزي ينور ويشرف البرنامج بتاعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة